اهلا بكم ليه ما كانوش عايزين يفضوا الاعتصام من غير دم ليه لازم يبقى فيه دم وقتل وانقسام مجتمعي ليه عبدالفتاح السيسي تعمد الاسلوب ده في فض الاعتصام ده السؤال اللي حسأل حضراتكم فيه النهاردة ومعايا امو محمد في اول اتصال اهلا امو محمد اهلا اهلا عشان اللي احنا فيه دلوقتي ده عشان اللي احنا فيه دلوقتي ده عشان الناس تخاف تفضل خايفة طول عمرها كده تفضل كشة وتفضل القانة ما حدش يقدر يطلع يتكلم تاني موقع اللازم ده يحصل منه لازم يرشيهم اللي كانوا عاديين معادر كلهم مش اللي كان بياخد عصر دلوقتي بياخد خمسين مش يا وستاذ احمد الناس فائد دلوقتي يتمشي في الشارع بعد ربعة يعني دلوقتي الناس فائد قوي الناس دلوقتي بيتفهم اللي عدم تحكي وفهمته وخلاص الناس فائد هتطلع هتطلع ان شاء الله هتطلع هتطلع ولا اللي عمله ده هيخوت الناس ولا هيقلي الناس ولا اللي منقوعه للشارع في الوقتي ده برطه هيهم الناس والناس هتطلع هتطلع ان شاء الله قريب ان شاء الله دكتور محمد البلدك البلتاجي قال كان فيه قبل الاعتصام فيه بنت شافت السيسي في حن شافته نايم في بنيو من الدم انا فكر دكتور يبدو فخدنا الاتصال بمحمد بشكرها على المشاركة مسلمة من مصر معنا اهلا لي مسلمة اهلا بيك يا سيد احمد حضرتك تعتقد ان كان فيه اساليب اسهل لفضل الاعتصام دون اللجوء للأكل والدماء اللي حصلت من عشر سنين طبعا طبعا وفعلا كان كان فيه مفاوضات وكان سهل قوي انك تطلع الرئيس المنتخب وتتعلم الانتخابات نزيحة ولو اني ما كانش فيها لازم الراجل ده كان ليه مدة تقلص ونقيمه ونحسبه لكن انت كنت حابف تتبح القطة اللي هو على مبدأ احد انا في السعيد يقولوها ايه اضرب اللي مربوط يخاف الساير عشان الجوبنا اللي طلعوا دلوقتي عشان بطلوهم اللي ما طلعوش عشان الدم يخافوا وهو دل اللي حصل بس دلوقتي طالعين عشان بطلوهم عشان الجوب بس يا مسلمة يعني يا جوز برضو ان الواحد يسور ويدايق علشان الوضع الاقتصادي يعني من حقه برضو فاهمك لكن لكن برضو اطلع لله اطلع للدم اطلع للظلم يعني انا بس قصدي ان احنا ما نوجهش يعني مش ما يلقش ان احنا نوجه اه صفات مش تمام للناس علشان حاجة معينة في بلده الناس رقصت عالدم وطلع عشان عشان المام طيب بشكريك يا مسلمة محمد من مصر استاذ محمد ليه الاسرار على قتل الناس يعني بينما كان ممكن موضوع يتحل من غير قتل ومن غير دم الله يا سيد احمد يعني انا عاوز صدرك اتفع لي انا اول مرة اشارك فاضل فاضل احنا في وضع انا والدي كان في الجيش وانا مترد فيها عسكرية وحياتي كلها عسكرية رحمة الله عليك الجيش اللي والدي كان فيه خلاف الجيش اللي انا شايفه انا لما احكر الزابط بتاع الجيش والثمه النهاردة انا كده اسيه اللي والدي بس الزابط النهاردة هو اللي اضطريني ان انا احتكره بصفة عامة الزابط بتاع الجيل بتاع النهاردة مش دا الجيش اللي كان والدي تاني والدي حضر حضره 73 ليه ضغطه بالجيش على الموقع التانية ربحنا يشدك اصر دكتور غدافر عهودة كان ازاة الزيت بتلاتة جنيه ونص وارفاعة جنيه النهاردة كيلو الزيت المستعمل بعشرين جنيه كيلو الزيت المستعمل بعشرين جنيه احنا في وضع يعني اقولك الدهب بتاعنا اللي في البنك الدولي تباع علشان يجب عشان دي صيغة ان احنا بناخد كروت لا ده احنا الدهب بتاعنا الداع مقامل ان العملة بتاعتنا بتنزل وما زالت بتنزل فاحنا في السياسة غلط 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 ياريت ياريت شعب مصر يفوق ياريت شعب مصر يفوق احنا في ايام ما يعلم بها غير الجلاب واللي احنا فيه الدم اللي نزل قربا شكرا ليك يا عزيزي محمد شكرا جدا اذا اللي احنا فيه وبنزل اللي انا عايشين فيه كان تهويل وتخويف الناس عشان يفضل الوضع زي ما هو عليه دلوقتي ان كل فشل محدش يقدر يتكلم ومحدش يقدر يغير النظام لان شافوا انه نظام قاتل واستباح الدماء ده كلام محمد ومسلمة من قبل يا طرى الاستاذ هيبا رأيها ايه اهلا بك اهلا بحضرت اتتت اهلا بحضرت اتتت اهلا بحضرت اتتت اهلا بحضرت اتتت هو طبعا مشايق بانتخابات اه نزيها اللي عمل كده مشايق بانتخابات نزيها هو اصلا مريض نفسي بيعمل اسقاط دايما على الشعب المصري ما عرفش ليه حاقد على الشعب المصري حتى لما جيه يوصف حرب اكتوبر قال لك اوصفها وصف غريب جدا قال لك عربية سير اه سرعة عربية مرسيلة سوا ده اللي حصل كأنه مصرا بيعيرنا عجزة زي كده وبعدين انتو دخان انتو بتخليكوا كتير انتو متشتغلوش انتو بلد فقر قوي انتو بلد جهن شبه دولة كل الفاشل اللي هو هي عينتي بيطلع على المصريين بيعمل اسقاط مع الفاشل اللي معرفش اصلا يا اكتش واحدة تت واربع عيال واقعد مجاوعهم عشر تنين وبعدين طلعوهم علينا شراتهم وبعدين طلعوهم علينا مش هي ده الانتخابات نزيها لتأبب هو نفسه قال انا مين مين اللي لما ساب لكم الموضوع في الفين وتلاتاشر مين اللي جاب الام مين العمل الحندي ردت عليه واحدة جابه وقالت له الشعب قال مين اللي عمل الحندي قالت له الشعب رح بص كده لهم انتو اللي جبتوه وبعد كده رمى اصواتنا في الزبانة ورجع اه شال الرئيس بانقلاب عسكري وقتله ولا عمل اي اعتبر للشعب وتفويض ومصطلحات اول مرة نسمعها في حياتنا وحدات غريبة عمره وعمره ده لو دخل الانتخابات محدش ينزل ولا يتحرضت من بيته لان دي هتبقى مصرحية وبعدين ربنا هيبقى عاملها انا شاري عبر بيها الفترة اللي دايه دي الزل كله للسيتي فيها ان شاء الله نعم شكرا لك يا هيبا مشكورك جدا على وجودك معنا في الوقت كاملين محمد من ايطاليا رسول محمد اهلا بيك السلام عليكم السلام رحمه الله ليه الاسرار على الدم واسم الشعب لان انت عارف الحاجات اللي بقى فيها دم مفهاش يعني مفهاش اي مصالحات او حاجة لان الدم مش هيجي بتطيب الخاطر تراضي الناس يعني هو اللي عفتاح السيفي اه كان بيوصل رسالة للمفذارين اه كان بيوصل رسالة لأي حد هيجي بعد كده هيتظاهر ما عنديش غير الاد فهو كان بيوصل رسالة ان اي حد هيتظاهر بعد كده هيبقى مصيره الاد زي زي فضي رابعة لان هو قالك قيل لك الضابط احمد مش هيتحاكم قالك اي حد هيدرب اي حد متظاهر هيتحاكم مش هيتحاكم فهو كان بيوصل رسالة لأي حد هيتظاهر بعد كده لان هو كان في وقت كان في اول الانكلاب بتاعه ما هو كان في اول الانكلاب على على الشهيد محمد موسى الله يرحمه الله يرحمه شكرا لك يا محمد بشكرك حد يتظاهر اي موت بشكرك عشان اطيح فرصة الاخرين يعني بشكرك جدا اتمنى تكون فكرتك وصلت ام محمود من مصر ام محمود برأيك يعني انت مصدقة الرأي اللي بيقول كان فيه فرص لفضل الاعتصام من غير دم السلام عليكم ورحية لحضراتكم السلام ورحمة الله فضل يا فضل اهلا بك لا حضرتك انا مش مصدقة لان السيسي حضرتك مشي على منهج الانكلاب بامتياز بصراحة محدش يقدر يقول كده اول حاجة حضرتك ان هو هيا الشعب تماما حضرتك ما تشوفش مناظر الناس قبل فضل اعتصام اكتملك بالله انا مشيت في الشارع انا بس اتشتمت كوني منتقبة ماشى في الشارع بس وفي قريتي ومعظم اهل قريتي من النساء منتقبات انا بس مشيت في الشارع اتشتمت وتسببك يعني من ساعات حضرتك بقى وانا عرفت اللي جاي اسوأ بكتير هو الليعب صحة حضرتك وحتى تبقى الدم عشان يخوف ناس وما يخوفش ناس او لو كان فيه مصالحات وما رديش يفتح عشان الدك يعمل الانتخابات مباكرة لا حضرتك فهو خلاص تستمع في دماغه خلاص مال الدماغه جدا ان هو يمسك حكم مصر ما يتشلش من عليه هو هيمسك وهيمسكه ومع الاسف الداخلية معايا والجيش معايا عادي حضرتك سلطخهم في الدم عشان يفضلوا بار بطولهم زيهم على طول يعني دايما تطوعهم لا حضرتك ده شراحة هو نجح فيها ونجح فعلا في اسم الشعب حضرتك والشعب فعلا حضرتك بعد فض رابع يا أستاذ أحمد انت ما كنتش تقدر تبشي في مصر والله العظيم ما كنت تقدر ولي كنت تقدر تتكلم مع احد واللي يكلمك وليك احسن ايه يعني مات ومات ومفيش موسيقى ده معرفش عمله ايدو يا جماعة بالله عليكم ازاي حصل يعني ده الدم كان بايد ده الجرفات يا جماعة شالته الجسس والدم عمكرة تتولعه الجسس مهما كنت تتكلم مهما كنت تخاطب من عقله والله يا أستاذ أحمد مفيش حضرتك مفيش عقل نهائي شكرا يا أمو الحمول شكرا بشكرك جدا أمو إلياس من مصر معانا أهلا يا أمو إلياس أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عقيدة الصدمة والرعب تعتقدي ان هي دي أو هو ده الاسلوب اللي اتعامل بي عبدالفتاح السيسي وأصر ان يكون فيه قتل علشان يسكت الجميع ويرعب الجميع لا هو ما عملش عشان كده هو عمل بس كده عشان خاطر هو عارف نفسه أحقر من ان هو يدخل انتخابات حقيقية هو عارف كويس أو ان هو لو الاخوان حتى لو أسقطهم مداخلوا في انتخابات وعمر ما حد فيهم هينتخلوا لان هو أحقر من كده هو إنسان حقير وواضيع وهو عمل كده هو عمل كده في البلد كلهم صيف وكلهم كان مش بسر وكل ما كان في العالم كلهم شافوا اللو حطب وانتون حقيروا أجهزة الدولة كلها لو ما كانوش كلهم على ألتراج الواحد يعني أنا مش فاهمة فالتاد مطنعه مش ربوري كلا وولادهم اللي شغلين في الأجهزة إن هم يكونوا أقوموا كده وإن هم يتقوموا مجرمين الساعة دولة ما يخلوش أولاد اللباحة يتحكموا في مصر أمو إلياس يعني أنا أنا مقدر لحدك فيه أرجو يعني تحاولي تتملك نفسك وتقولي لي أكتر يعني مصر خسرت إيه يوم 14 أغسطس سنة 2013 ومش لقيها لحد النهاردة يعني إيه خسرت إيه إنت تكلمت زي الأولاد كلهم برمى كل الأولاد الولاد رح برمى بقى أهليو بقى حتى تقاتلنا واحنا نتفرج بشي. احنا تقاتلنا بشي. واحنا نعمل حاجة. طيب يعني رفقا بيك يا مولياس انا بشكرك جدا ومقدر انفعال حضرتك ومقدر اللي في قلوب الناس. ولما قصدت اسألك ايه اللي خسرناه من يوم واربعتاشر تمانية من يوم فض ربعة والمجزرة اللي حصلت. ما كانش استنكار اه ان ايه يعني اللي حصل. لا. لان في خسار حصلت وحتفضل موجودة طالما ما فيش عدالة. هيفضل الناس في قلوبها الم. هيفضل المجتمع منقصم ولي خسار لا تعود. مش بفلوس. ومش باجراءات محتاجة عدالة. شكرك يا مولياس وتحياتي لحضرتك. نروح السعودية معايا محمد من السعودية اهلا بك يا فم. السلام عليكم. عليكم السلام يا حجة ان شاء الله تكوني بخير. كيف حالك وكيف عيالك وكل اهلك. الحمد الله. الحمد لله بخير يا حجة. الله 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 يسمحك بس والله العظيم اني سكري السكر حكي. بقاله يومين عيا ينزل من المناظر اللي بشك. كلاني حسبنا الله ونعم الوكيد. عطا كل اللي وجف معاه. واشترك يشوف كده حدي من عياله. شوف الشباب اللي بتموت اللي في عز الشبابة. في الولد اللي عمل اختراع. اللي عمل اختراع في الارض موكدة عشان العلاد. يا ابني الحلال الولد. انا بايه? دعيني شايفي يقطع جواب تطره. لا دعهم في باستر سنة. يقولي انا لو وحت اي بلد مش عايز مصر. تقول العالم كل مصر الحمد تنعاله في الشارع. دف الله يا رب. كلهم بيدعوا عليه في الشارع في البيوت. شوف العالم الحين. مش رأي يتاكل. فارس مصر مضحكة للناس كلها. الكبير والصغير يصنزون عليهم بسبب تين? بسبب وهو. هو جاي بخطة انا جاي لالك من زمان. انا اعرف ناس ببالولي. هو جاي بخطة. شوف القرار اللي محمد بصر مبلح بيقوله. كلهم من اسرائيل واللي كانوا اللي مش عايزين مصر تعملها قوة. عايزين كده بس مصر. تصد. بتزير شحاتها. وتاخد من الناس والناس تعييرها وبقرها. الله يجعل عياله واحفاظه. يشوفه على حياة عياله. الله يبزقه المرض. ويتمنى الموت ما يموت. امين. شكرا لكم. الحمد. الحمد لله ما ليه حق بس ليه ناس. ليك بلد. ليك بلد وشعب. البلد كلها بلدك والشعب كلهم اهلك. يعني متفهم جدا. وفاهم انا حقاك ملكيش حد. بس ليك بلد شايفها بيحصلها ايه? وليك شعب كلهم اهلك. يعني بشكرك يا امام محمد. امو فارس معامل مصر اهلا امو فارس. عليه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا بحضرتك فانا متفضل. الاعمال السهيوني اللي مسك البلد. بص على غزة وبص على القدس وبص على فلسطين وشو بيت عمل فيها ايه? من تهجير ومن هدم بيوت. وانت تعرف ده جاي عمل كده ليه في ربعة. جاي قتل المسلمين ليه في ربعة. ده جاي اجندة لبيع البلد. جاي بقى اجندة لهدم بيوت الناس زي. زي اللي بيحصل في في القدس وغزة من هدم بيوت. وتهجير الناس من بيوتها. برضو بيحصل في مصر. ايه الفرق? ده عامل سهيوني. جاي باجندة انه هو يجوع الشعب. ويهجره من بيوته. ويبيع النيل. ويبيع الاراضي. ويبيع كل حاجة. ما مفضلش حاجة ما بيعادش. جوع الشعب. يعني احنا عمرنا ما نتصور في يوم الام ان احنا نوصل اللي احنا وصلناه له ده. نتكلم على الاكل والشرب. مش عارفين حتى يومنا يعدي نعرف نجيب اكلنا وشربنا زي الناس الطبيعيين. احنا شكلنا ايه قدام العالم كده? لما مش عارفين حتى نجيب كيلو بصلنا. نحطه في الاكل العيان. قلنا بلاش لحمة وفرق وسمن. لكن هنقول ايه? احنا سكتنا على الدم. يعني مش هقول على نفس ان احنا الحمد لله احنا ما سكتناش على الدم. وعملنا كل اللي ربنا قدرنا عليه. لكن الناس اللي رقصت وسكتت على الدم. دلوقتي دلوقتي بيدفعوا التمن. اه ناس يما لها الزنب بس كله بيدفع التمن على سكوته كمان. نعم. وحز بي الله ونعم الوحيد فيه هو وعصبه. شكري كامل. فارس شكرا لحلالك على وجودك معنا. امبابي معايا اهلا يا امبابي. السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله. ليه لو كان فيه فرصة انه آآ يتم فضل الاعتصام بدون دم وبدون قتل. ليه اختار عبدالفتاح السيسي الدم والقتل? هو طبعا اكيد اختار الوضع دوت عشان يريب الشعر. عشان يخوف الشعر. عشان يبقى فضوا في نفس الوقت روعه. ومع ذلك ده ما حصلش. بدليل على كده ان الناس حتى بعد قضي لمدة سنة طلقين في الشوارح هنا وهنا وهنا وهنا. وفضلنا على هذا الوضع مدة اكتر من سنة. لكن مالك يا سيد احمد? وبعدين هخلي باك الرواية لانا قتل لحضرتك امبارح. ان شاء الله بعد ما يفوق اسر كل المسجنين وقصوصها الدكتور صافة عجازي. هيروي لك نفس القصة اللي انا حكيتها امبارح. بس انا عايزة اقول لحضرتك على حاجة. بالنسبة وضع القضي ده برضو. يعني اه احيانا بيتبقى فيه عصابة كده راحين يسرقوا. واخد ملك. فبيتبقى مع الناس. مقايدونه في السرقة دي ورحين يسرقوا مع بعضهم. وبعدين دخل ريش العصابة يسرق وبيسرق اهل البيت صحوه شفوه راح قتلهم. واخد ملك. فلما قتلهم اللي معاه عارفوا ان هو قتل. فلما عارفوا ان هو قتلوا لا احنا بقى نكارين نسرة بس مش جاين نقتل. بقى احيانا بريم من الدم ده. فنفعش هم على الانقلاب وعلى الفض بالوضع اللي هو كان هيفضي بيه دول. هم عفوا على كده. طب انت جاي بعد معارفة لي فيه دم. جاي تقول انا بريم من الدم. فدي مش كلا والله. احيانا المجرم لما بيلاقي حد يساعده على الاجرام. هو بيتمدى في الاجرام. انما هم من البداية لو رفض الفضل. وعايزين الموضوع يبقى سهل من وفشاعدين بالطريقة دية. من البداية. انت ما تبتخلش خالص. بكذا طريقة. شكرا يا مبابي. عشان نتيح بس فرصة الاخرين. شكرا يا مبابي. اه اه زينب من المغرب معانا. انا انا بيكي. السلام عليكم اخي احمد. عليكم السلام ورحمة الله. تعمد الاتل و وارهاب الشعب. تعتقد ان ذا يطول عمر حكومة او حاكم ظالم? اه اكيد لا. وفقط لتعليق على صيد ام محمد. ويجو انا اقول لا نحن ولا نحتقر المصريين بالعكس. ولا ولا نفعر بالعكس. منا للمصريين كل التقدير والاحترام والحب. ونحن ايضا نغارو على مصر على ارض كنالة التي نحبها. اه ما وقع ما وقع في النهدى وفي رابعة وفي الحرس القصر الجمهوري. وهو الظلم كبير وقع على المصريين الشهداء الذين سال الذين سالت دماؤهم على ارض مصر المباركة. ودمهم في رقبة السيسي واعوانه. في رقبة السيسي ورقبة المطبينين الذين مطبينون من اعلاميين وحتى الممثلين البارح في العالمين. وحتى كل ما يقولونه. اقول لهم ليست فيكم رجل الرشيد. فالظلم ظلمات يوم القيام. اتقوا الله في مصر. اتقوا الله في الشعب المصري الذي اذا قام مثلا يبقي ولا يضر. الظلم لا يطيل حكما لأي حاكمين مهما كان. هناك دم سالة على عرض مصر ويجب ويجب ان يدفع تمنه. والظلم ظلمات يوم القيامة. ان ان هدم الكعبة عند الله سبحانه وتعالى اهون من قتل نفسي بدون حق. حتى لو كان كافرا. حتى لو كان موحدا ليسا الحق في قتل اي حد او في اعتقالي او تكميم او تكميم او تكميم او اي شيء. الظلم ظلمات يوم القيامة. واقول للشعب المصري. اما آل الوقت لان يقوم وان وان يأخذ حقه كما اخذ حقه من مبارك. السيسي يجب ان يعاقب. دا يطرق وهكذا. ما فعله شيء كبير 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 جدا. لا يمكن ان يطرق هكذا دون ان يدفع تمنه. شكرا ليكي. بشكورك زينا بتحياتي ليكي. والعلاقة من الشعب المصري والمغربي والشعوب في المحيط العربي والاقليمي هي علاقة محبة واحترام وود اكيد. ولكن انفعال امو محمد او غيرها يعني مفهوم في اطاره ولكن العلاقات اللي بينه اقوى وابقى من دا كله. بشكورك جدا. احمد من مصر معي. سيد احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا احمد بي ازاي حضرت اهلا. تسلم يا رب. ليه تعمد الاتل? ليه تعمد انقسام الشعب? هل الارهاب هيخلي حد يعد على كرسي الحكم? وهل اللي بيعتمد الاسلوب ده ممكن يعمل انتخابات بجد? يا احمد بيه? احنا بنهزر ولا نضحك على بعض? تسي ايه وانتخابات? احنا نضحك على بعض يا جماعة. ده ممكن. ده قاسل يا جماعة. مم. وبعدين حضرتك يا احمد بيت تتكلم على يوم اربعتاشر تمانية تلاتاشر. نعم. طب حضرتك مش فاكر اللي حصل يوم ستاشر. ستاشر تمانية تلاتاشر يوم جمعة. فاكر. والمقزرة اللي حصلت بعد مقزرة رابعة ما تقلش عن مقزرة رابعة. وبعدينها الفعاليات اللي كانت بتحصل كل جمعة وكل جمعة على قناة الجزيرة لما كانت الجزيرة مصر. واللي بنسمع ان كل جمعة ستة والسبعة والثمانية والعشرة وفيات. ده نظام قاتل يا فانزل. ده ما ينفعش تتكلم فيه مع سلميات وان احنا نبقى سلميين مع نظام زي ده. لا 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 خاضر. لأ انا مش عارف احنا اكثر بالله الواحد بيتمنى الموت. انا ماشي في الشارع. باشوف الناس. الناس عبانة. الناس بجد جابت اخرها ما بجدش قدر تتحمل. وللأسف كله بيكل وكله بيكل على بعضه. طبعش مرور كل واحد ما زابه. من ناحية البرم من ناحية الشرق. كآبة على وشوش الناس. الناس بقيت كئيبة يا واسه زحمة. انا مش انا مش حتى جو نفسه تغير. كل حاجة بقيت صعبة. الجو نفسه. الاجوائي انا بقى شمي رحي الكآبة. الهوة نفسه كئيب. انا ما عارفش ايه اللي حصل في مصر. انا عمل افكر من عشر سنين. دينها كانت عاملة ازاي? الحياة مت. انا بطلت مامش في الشارع. ايه الحلوة جادي دعاني? الناس كلها بطلت حقوش بعض. ايه اللي حصل لمصر? ايه اللي حصل لمصر? انا حاس ان احنا بقينا عايشين في موزنبيك مثلا. ما بقيتش دولة خالص. الناس اللي نفس شيفش بلابس و بقاله عشرين سنة. اللي نفس ايه شيفش بلابس و بقاله خمس سنين. ما فيش حاجة ديه ده. الناس بحث انها جرافيك. ما بقيتش خضاعي يا احمد ديه. لازما يا جماعة لازما نتحرك لازما نشوف حاجة دي المصيبة اللي احنا فيها دي. اكسم بالله انا تعبال نفطيا وبتمنى الموت كل لحظة. من قطر اليأس والاحباط اللي الواحد بقى انا انا فاهمك يا احمد بس انصحك بدلا ما تتمنى الموت. اتمنى التغيير للاحسن ووسعى لي. انما تمنيك الموت مش هيحل مشكلة صدقني. ربنا يحفظك ويحفظ الناس كلها ويخلي حياتهم افضل بارادة ربنا وبتحرك الناس. وبارادة الناس يعني ان الناس تتحرك علشان تعيش افضل ده. ده اهل مشروع بالمناسبة. شكرا جدا يا سيد احمد نفضل في مصر مع الاستاذ مونة اهلا بيكي. سلام عليكم يا استاذ احمد. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا فضل. هو حاليك هتندهش انا يعني زوجة الزابط شرطة اه بالمعاش وام الزابط وساب الشرطة اه انا عايز اقول له حاليك ان انا ايام اه ربع اعتصام ربع انا رحت ربع عشان اعرف ايه اللي بيحصل. فلقيت ناس في منتهى الاخلاق لدرجة ان يعني حاجة بسيطة جدا نوقف اشتري حاجة سوري من عربية الدرة. لقيت الراجل اللي واقف قبدي وحاجته هتاخد قال له لا ادي المدام الاول عشان الستاذ تمشي. الناس كانوا في منتهى الاحترام. تبعين دين ربنا. واللي حصل ده كتير قوي. بس انا بلوم على على الشعب كله في حاجة. ايه. اتحضلي. المركز بالنسبة للمية الف مصفين انهم. السود بيروح وييجي لحقهم. عشان يتنزع الخوف اللي هو زرعه جوه البدودة. انت ده يحصل يعني. طيب ممكن اسمع رأي حضرتك اه او لما اتناقشتي مثلا مع جوزك الظابط او ابنك الظابط وقتها. كانوا بيسموني اخوانية وانا مش اخواني. كان ده رجل زوجي بس هو ما هو ملوش في السياسة اساسا يعني وبعدين بصراحة عشان كلمة حق دي يعني الله يرحمه. الله يرحمه. انه هو ما كانش يعني زباط شرطة فيهم الكويس وفيهم الواحد. صحيح. زين نسكم. عامري ما شفت زوجي في تلاتين سنة راح اشترى حاجة هو لابس لتلاتين. عشان محدش يدي له حاجة عشان خاطر يتبلى اللي هو لابسها. ايه. وابني يتربع كده. يعني فيهم كويس وفيهم المفتريين والمجرمين. انا عايز اقولك انا لما بعد برخص بالعربية ويبقى في كمين ولا في حاجة مفروض اتفع فيها تحصيل. انا بتدايق مجرد ان انا اطلع الكرنيه ما بتفعش حاجة. فيه في البلد يعني. فيه في البلد مش عارس اقول ايه. فيه عدم مساواة. فيه عدم عادل. فيه ظلم. اه. وانا كنت مرتاحة جدا جدا دكتور محمد مرسي وانتخبته في المرة الاولانية وانتخبته في المرة التانية. وكان قلبي دي لهم مرتاح. ومش عارسة اقول ايه. عايزة الشعبي انت. طيب انا بس كوالدة زابط شرطة وزوجة زابط شرطة سابق الله يرحمه. اه لو قلتلك قولي شهادة للتاريخ. عن اللي شفتيه في ميدان ربعة في جملة واحدة. تقولي ايه? اقول ان هو تدمير وقتل وحر وظلن وافترة. وامل قتل يقتل ولو بعد حنين. ليه السيسي اختار الاتل? ليه اختار سفك الدم برأيك? ما انا بقول لحضرتك عشان يخوف الناس ويرعبهم. عشان يفضلوا الناس خايفة ومرعوبين. وما حدش اطلع. طب الناس بقى يا سيدة مونة. الناس هتفضل خايفة ومرعوبة? من وجهة نظرك? لا. شكرا. مفتكرش ان الناس هتفضل خايفة ومرعوبة وهيجيله يوم بإذن الله. بشكرك. بشكر حاجة جدا على وجودك معنا. دايما بقولك البلد دي فيها خير. والخير ده في كل حتة في مصر. في كل مؤسسات من اول مؤسسة الرئاسة لحد اقل مؤسسة في الدولة. وده اللي انا وفق منه. بختلف معي ناس كتير وبتقعد ناس تقول لا او اصلع. انا مؤمن ان الخير في البلد دي في كل حتة فيها. امم محمد من السعودية مصرة توضح رأيها. اتفضل يا امم محمد اهلا بك مرة دعا. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاج اهلا وسهلا تفضل يا ادني احمد اول شيء انا بكلم على المغربية مونة. ادي حاجة وهي زي زينتي. انا فوق انا لا ما بقولش على المغربة. انا فوق واحدة عندي ساكنة بالها عشر سنين مغربية انا وهي اصدقاء. طار والله العظيم تروح المغرب لازم تجد لي شاي. لغاية الكسكوس تسوهولي. وهي انا اعتبرها بنتي. لانه بنتي. وربنا العالم. واهلا وكلهم دايما استصال علي. يشكروني على اللي انا بعمله. انا ما بتكلمش على المغربة. وبعد ان انت عارف المغربة كير في مصر. والكسكوسي وكل ده. منهم. والله ايه انا بشكرها بعد اللي هي بتتكلم على على مصر كلام كويس. احنا كويسين يا حاجة. احنا احنا ناس بنحب بعض. احنا كشعوب ما بنش مشاكل. ايوة لا والله ابدا. انا انا احبها واحترمها بنتي الحلال. لا والله انا ما ضغطت مغرب انا عندي واحدة فوق. طرح تروح تنزل. تسلامي يا ابن محمد. تسلامي ربنا يا ديمة بينكم المعروف وبين الناس كلها وبين اهل المغرب وبين السعودية وكل الناس. بشكورك يا حاجة وتحياتي ليكي واحنا بنسعد بيكي وبنسعد بكلامك وجودك معنا دايما والله يا ربنا علي. الهواري من مصر اهلا يا هواري. الهواري معي. طيب مش معنا الهواري بعتزر له اهلا بيه مرة تانية. روح الجزائر حفصة من الجزائر اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا حفصة انت ليكم تجربة في مسألة الرعب والقتل العشرية السوداء اللي كان فيها قتل ورعب. هل تعتقدي ان اللجوء للقتل ورعب وارهاب الشعب يخلي الحاكم يقعد في الحكم فترة طويلة اكتر من الممكن يعني. ابدا ابدا. ان الله اسمه العدل. واسمه الحق. والظالم يجيه يوم ويروح. سواء يعني المهم يروح. حتى ولو يعني تعب تعب يعني. انا اتمنى لهذا السيسي انه يتكون نهايته مثل نهاية شارون او ابا لهب. يعني هذه النهاية انا دعيتها وانا كنت في المستشفى. دعيت عليه وانا داخل داخل المستشفى في هذه. وسألوني قالوا لي هل دعيت لنفسك حاجة مثلا. قلت لهم دعيت على السيسي. هذا هو. ودعيت المصر. في هذا الوقت كانت انتفاضة القدس بعدها ايضا. انا في الحقيقة هذه المشاهد كلها شاهدتها. كنا نشاهدوها. وهذه المرة يعني لما شفناها وعشناها. وما زالت عندي اشارة رابعة. ما زالت انا حطتها في شنطتي متصورة بها دايما. دايما عندي هذه الاشارة. انا اقول لك يعني في هذا الوقت في الفض. الفض رابعة. السيسي ما كانش يريد يعني مفاوضات ولا. كان هذا هو الحل اللي كان. هذا هو. يعني كان يريد القتل. كان يريد الانتهاء من مرسي مباشرة. يعني لو 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 استطاع ان يقتل الرئيس رحمه الله مرسي. لقتله فورا. كان يريد القتل. كان يريد الدم. كان يعني اه المهم انه هو يتربع على العرش. ويحكم في مصر. ويدمر مصر الى الان. ويبقى يدمرها البعدين. وان شاء الله يا ربي ما يستمملوش هذه. يعني ان شاء الله يزاح عن هذا. لا اقوله بالعلم. بالعلم. واكيد مش مش رح تكون انتخابات. يعني اه الانتخابات لو قلنا انتخابات رح تكون مصرحية. نعم. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا حافظة. بشكرك وتحياتي ليك يا اهلنا بالجزائر ابو احمد من مصر اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا برأيك العنف والاكل اللي اتبعهم السيسي في فض ربعة. العقلية دي ممكن تروح لانتخابات ومنافسة ويقبل انه يتهزم ويجي رئيس غيره وهو عايش. ازاي? ازاي طيب يا اوستاذ احمد عائلها انت. انا بسألك بس. لا اعائلها واحد جيه بالدبابة وبالسلاح. تمام معي? نعم ازاي ده هيمشي بانتخابات. وبعضلين لاحظ حضرتك اوستاذ احمد ان احنا بقلنا بتاع حوالي شهر الناس بدأت تطلع بالفيديوهات بوشها. يعني الناس خلاص جابت اخرها. صحيح. احنا بس اوستاذ احمد احنا خلاص احنا في الواخر. احنا في الواخر الراجل ده اكرته مش هيكمل. السنة دي من اخر والراجل ممشي. بس مش هيمشي كده طبعا يا اوستاذ احمد. ايه. الراجل ده مش يقولك امشي يعني ونسيبه يمشي. الراجل ده لازم يتحاسب ويتحاكم. يتسئل على الدم اللي سال ده كله. يتسئل الخيانة اللي خيانها البلد. الراجل ده جايب اجندة وحضرتك فاهم طبعا. نعم. ما بيقى الراجل ده ما بيعملش حاجة في مصر الا باوامر يصهيونية. شكرا لكم. اشكرك يا بخ. اشكرك على وجودك معنا والناس. انا انا سعيد بحالة الوعي. اللي بقت منتشرة في مصر. اه نور دي من المارب. استاذ نور اهلا بيك. السلام عليكم. اخي ابو عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توحشتك اخويا. توحشناك بزاف يا اخي. والله العظيم يتوحشناك بزاف اخي العزيز انت رك فرد من الهائلة. احنا دي ما تندعو معاك ومشوار ناجح ان شاء الله. وبنسبة الرابعة احنا عشنا افضل ايامنا. افضل ايامنا مع رابعة. كنت نجي من الجامعة وتنجي من قد نتقبل مع التلفاز. والله العظيم ذاك الشهر كله دوزهم مع رابعة. احسن شباب احسن النساء والميظام والحلويات وتيسلوا. تذكروا الله. ونعطي فعال جو واحد من ميظام. وحتى حتى اوروبا في هزاك الميظام. وما كيش تحرس الجنسي ما كينوانه. ودوك الناس اللي كانوا في جانب رابعة. حبوهم. ولت علاقة بناتهم زيانة. ولكن هدو الله هدو 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 اللي اعانوه. ماذا ستربح. هناك موت. ولقاء امام الله. واننا ندعو عليك عند صلاة الفجر دائما. ورحم الله سهداءنا. وانت الميت. اتحسب نفسك حي. انت ميت. ماذا قدمت في مصر. سوى الفشل. والقتل. والكذب. وبيع طروات المصر. هل انت ما زلتك اتقول انك حي. انت نيس. نعم. والله اذا حسبنا الله. اشكرا. اشكرا كرون الدين على وجودك معانا. واشكر كلماتك ومتابعتك او يعني وجودك الدائم. انت صديق البرنامج من سنوات. وبالمس فيك احساس طيب واخلاص للمصريين. الراجل بيحب مصر وبيحب مصر تبقى احسن وبيحب الشعب المصري يبقى في افضل حال. مشكرك جدا وتحياتي لي كل الشعب المغربي. احساس احمد من بريطانيا اهلا بيك. السلام عليكم يا احمد. عليكم السلام ورحمة الله. برأيك الاسرار على العنف والقتل اللي ادى الانقسام المجتمع. ممكن يخلي الشعب في حالة ارهاب وخوف مستمرة ويفضل السيسي الى ما الانهالي الى لحد ما يموت يعني. اولا احب اه اه نيك على البرنامج بتاع النهاردة اولا ما الذه علمية شيقة وبمسيرة جدا. شكرا hmm. العنى انا بصعوبة على مؤدر على مؤدرت الداخل معاك. اه المهم الخوف اه هيبدأ النادي يعمل. اه اما الدم فيستحيل يتناسب اللي بالقوة لا يسترد الا بالقوة. وهيكون تمنها الدم دم اما بالنسبة انا عارف ان الكلامي ده مش هيعجبك لكن اذا كنت انت بتقول ان في ناس شرفاء في اي قطع من قطع الدولة بغض نظر الجيش والمشورطة والله هذا اذا كانوا شرفاء وكويسين او السيدة مونة لما طلعت الكلام ده فاذا كانوا شرفاء ليه سكتوا عن دمه والناس دي واذا سكتوا يبقى يبقى بيبقوا شرفاء وما يستهلوش تبسوا البدلة الشريفة لان دم الناس اللي نظر على الارض والظلم اللي حصل ده ما يستدقوش الحق انه يسكت ولا انه يكون شريف ولا انه يرتضي يا احمد انا من رأيي انا وبرضي ممكن ما اجبكش لازم يكون عندنا ثورة تزيح بالكامل افراد الجيش والشرطة والقضاء ويحل معلوم ناس دانية لان دول ما هماش جنود مصر دول جنود مبارك المخلوع تنطاوي اللي كان نايم السيسي هم دول اللي بهدلو الدنيا ماينفعش ده يكون جيش مصر يا احمد ولا شرطة دول ناس بتخش بجميع ضعيفة واطية اهليهم بيبيع عفش البيت شاني اطلع البيه راح وانباش اجاه خمسين في المية باريس كمهورية واللي جنبه تسعين في المية مش لقي شغل محترم بيهاجر ويسيب البلد اللي بيتاخد بالقوة لا يسترد للا بالقوة يا احمد ده ما بدأه مهم شغل زحمد انا مش هختلف معاك او هتطفق انا هعرض رأي حضرك زي ما انت قلته والناس بتسمع والناس بتتبنى اراء وبتعارضها وتتفق وتختلف وتتناقش المهم يبقى فيه الحالة دي يعني لو احنا وصلنا لده لمرحلة تدافع الكلام والاخباء والافكار والحوار بين مجتمعنا فده الحالة كويسة يعني نبقى بنعمل حاجة مفيدة محمد بن مصر معايا اهلا بك ايه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا فان انا في البداية احب حيي حضرتك يا سيد احمد وكل المسؤولين عن الشغل اللي بيحصل في قناتنا مكملين انتوا عرفتونا يعني حقيقة كتيرة كانت غايبة عننا وعرفنا من خلالكم حاجات يمكن سبحان الله انتوا شوائع الموضل ربما وتعالى اوجدوا بعد الموضل القضام اللي احنا عاشتنا كلها عشان بطيس امل كده المصريين بيقدروا يتكلموا يتنفسوا من خلاله فانتم صراحة مشكورين على الجهد اللي انتوا بتعملوه وربنا يجعلوا كل ده في ميزانكم ان شاء الله يا رب ده واجبنا يا محمد ده واجبنا تجاه حتى رب اه انتوا فعلا فعلا انتوا امل كبير بالنسبة لنا والله احنا احنا اصبحنا كمصريين بنسمع بعض من خلالكم عشان حضرتك تكون عارف احنا المصريين دلوقتي كلنا عايشين في قلم واحد والحمد لله بفضل الله ناس كتيرة كانت عامية وما كانش شايفة الحقيقة لغاية ما ظهرت الحقائق واضحة قدام الكل دلوقتي الكل دلوقتي خلاص اتكوا بالنفس النار سبحان الله اللي اللي عنده معتقل واللي عنده شهيد واللي عنده واللي عنده واللي عنده واللي ما عندهوش اصبح دلوقتي بيعاني في الازمة الاقتصادية اللي احنا فيها مش قادر يأكل عياله واللي حضرتك عارفه ده كله فاملي الوحيد يا سيد احمد انه بقى تبدأ تتعلي عرفه ده من قلبه خلاص كفاية احنا الوقتي عندنا احنا عارفنا ان السيادته اللي قاد في العالمين جاي يفتتح معرفش ايه في السلوم بكرة ان شاء الله فاصبح في حالة حجد غريبة جدا للموظفين والمدرسين بالقوة واللي مش عايز يروح بكرة بيتم التهديد بالامن الوطني وان هيحصل وهنعمل وهنسوي فيه والناس خايفة للأسف ورايخ انا نفسي ان شاء الله الناس اللي سمعاني دلوقتي والناس اللي بيتم حجدها بالقوة تنزل بكرة تبقى تقول كلمة حقفوش الراجل ده خلاص كفاية ماينفعش سوكاته ماينفعش خوف مهما نهددوكو مهما نعملولكو خلاص احنا لازم نرجع مصر اللي اتنهبت مصر اللي سرقوها مصر اللي خلوها خلاص من عشر سنين مش هي دي مصر الناس كلها الامة العربية كلها مستانية مصر تقوم لها قومة لو ما قامت لهاش قومة في الفترة اللي احنا فيها دي وفي الروح اللي الناس عايشهاها دلوقتي يعني الواحد مش عارب بيفكر بكرة ممكن يحصل إفعياننا اللي طالعين للدنيا شكرا لك يا ممحمد عندك حق لو احنا مش عايزين نفكر فنفسنا على اقل نفكر في مستقبل اولادنا اللي المفروض نسيب لهم مصر الامانة اللي احنا استلمناها من اهلنا بس نسيبها لهم على احسن حال مش على الحالة والوضع اللي احنا فيه دلوقتي محمد من مصر معنا اهلا بك سلام عليكم يا استدي احمد عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا حاجة عامل ايه ازيك يا حاجة عامل ايه الله يخليك يا ربنا يخليك يا رب خير والله يا استدي احمد يا حبيب قلبي هو ده جايب اجندة امريكية عشان يخرب مصر عشان يخرب مصر ماشي يا با وإن شاء الله ربنا مش هسيب لعنة الدم دي كبيرة أمو وإن شاء الله ربنا هيوقع شر أعماله وإذن الله هو كل ما نقيد إن شاء الله وهنشوفها بإذن الله قريب يا أستاذ أحب هنشوفها قريب في ستة أعوان وربنا ينتئن منهم كله كل اللي قيده وكل اللي بتكلمه بها ربنا ينتئن منه كل اللي بتكلمه ومقيده ربنا ينتئن منه عشان لعنة دمنا يا بتالي يا أستاذ أحب وإن شاء الله ربنا نخلص ربنا بارك لك يا محمد انا شاكر جدا والله شاكر اتصالك وشاكر ان انا بسمع صدق وشاكر ان انتو بالوعي ده وشاكر ان انتو بتدون امل ان مصر هتبقى احسن في يوم من الايام بيكم وبفهموكم وبوعيوكم وبحرصوكم على مصلحة البلد مش باي حاجة تانية شكورك يا محمد عبدالحافظ عفوا انا عبدالحافظ من مصر اهلا بحضرهاك واسه عبدالحافظ اتفاضل يا فن دلوقتي يا فندم يعني المجزرة الدموية اللي حصلت ربعة ودي ذكراها يعني المؤسفة اللي احنا فيها دي لابد ان انا دلوقتي ما بيش حدود ما عملش مجزرة عشان يسيب الحكم ده اولا وثانيا المجزرة الاعمالها دي هي تخوش للشعب المصري وليس للاخوان بخاصة عشان ما حدش يفكر ان هو يقرب او يحاول او يفكر يخبر على القزم فعنا دلوقتي من هنا نستندج ايه؟ ان ما اخذ بالقوة لا يستبدئ الا بالقوة ثانيا يعني ادعو الله تعالى ان يتجمد هؤلاء الذين قد قتلوا وحكم ان ضوارت على شهداء ان يتجمدوا من الله تعالى برحمته وان يأتي الشعب المصري بحقوق هؤلاء وإلا ستتم الزعنة كاملة ودائما على الشعب المصري وعلى مصري باكملة شكرا عبدالحافظة واشكرك على وجودك معنا وطرح رأيك عبر علوم كمليين امين من المغرب معنا استاذ امين اهلا بك اهلا بك استاذ احمد اهلا بك اهلا بك نسأل لذكرى رابعة نعم ولا نعتبره نفسنا دخاله اول شيء ماذا يشترك تفسيسي الصوت يا استاذ امين لو تكون في مكان فيه شبكة يعني افضل ان الصوت مش واضح بشكل كافي بالاسف مش معنا استاذ امين استاذ هاجر من مصر بعتذر استاذ امين اهلا بك يا استاذ هاجر اهلا بك ازاك يا استاذ احمد اخبارك اهلا بك والله كل سنة بنعمل نفس بنعمل نفس بنشوف نفس الحداد دي ومحدش بتحرك من الشعب المصري طبعا هو حط فينا الخوف وغير كده هو غير يعني من ضمن خطته انه غير عقيدة الشعب المصري نفسه ما بقاش طيب زي الاول هو خلنا كلنا ضد بعض اه ومش عد والجماعة دول ضد ضد المسلمين وضد والمسلمين ضد النساحيين حتى الجيش نفسه كرهنا فيه انا كنت بحب الجيش جدا طبعا بعد ما شفت في رابعة واللي في حصل فيها والنصة انا ما اقولكش كنونة الجيش بس ما بقيتش زي الاول وغير نفس نفس القادة الجيش بقهم معرفش يعني هما بيحمونها ولا بيحموا النظام طبعا الشرطة من زمان مهمة يعني مبقدلين الدنيا يعني نعم مهمة في يوم عد بس انا ليا عتاب عليك من الاسبوع اللي فات حضرتك قلت ان في ناس مستريحين مش داريانين بالدنيا لا انا احنا دا احنا مستريحين وداريانين ببلدنا وانا انا خايفة على ولادي وخايفة على احسادي انا ست كبيرة من الصغيرة انا خايفة على احسادي ان هما مثلا يرجعون برغا ما يلقوا بلدهم ما يعرفوش يرجعون يبقى فيها حقوبات اللي جاي ده استاذ هوجر انا انا مش قصدي انا مش قصدي ان كل الناس المستريحين مش حسين من البلد لأ انا قصدي ان في ناس من المستريحين دول مش فرق معهم البلد مش حسين بحاجة وحضرتك عارفة ان دول موجودين ايوة طبعا موجودين بس على فكرة ده اصدي غلابة ومتبهتلين ويقول لك هو معلش قصر بيعمل قصر اللي حواليه هما اللي وحشين وبيبغرونه انا وانا مش عارفة هما ازاي عايشين اتصلا انا على فكرة انا جالي اكتئاب انا ستة دي العارفة اعمل حاجة والعارفة انزل بس بتكلمه بس وكفية عليه الكلامه والحمد لله انا بجعي ربنا عليه انا بجعي ربنا عليه وعلى كل اللي بجدو وليم اتب للاتب منهم ارحامي فانا مش عارفة اعمل ايه ان اللي موجود في الحكم عبدالفتاح السيسي مش خايف على البلد اللي خايف عليها ولا على اهلها ان اللي موجود في الحكم عبدالفتاح السيسي تحديدا يعني وانظامه كل اللي يهمه نفسه حتى لما حاول يعمل مشاريع علشان ينسبها لاسمه يعني موضوعه فشل فشل لان عمل مشاريع بديون ونسى حاجة مهمة اوي اسمها ان الناس تاكل وتتعلم وتخش مستشفى وللأسف كل واحد معجب برأيه ومعجب بنفسه ومفكر انه مفيش حد بيفكر احسن منه وللأسف اللي بيفضل يدفع التمن هو الشعب المصري ممكن تفض الاعتصام من غير ما تقتل الناس ولكن اللي نصحك واللي دلك سواء من ابو ظبي ولا من تل قبيب ولا من اي محامة عاصمة كانت كان عايز يكسر البلد واستخدمك اداة لكسر البلد ممكن البلد ترجع مرة تانية زيحو عبدالفتاح السيسي وخلوا فيه عدل وعدالة وصدقوني وقتها ممكن يبقى فيه عدالة وممكن البلد ترجع مرة تانية والناس ترجع تحب بعض زي ما كانوا قبل كده رشكر حضراتكم على مطابعتكم للحلقة وان شاء الله نتقابل بكرة الساعة خمسة بتويط القاهرة هنا في ستيديو صوت الناس فعلوا مكملين سلام عليكم فاملين